أماني صباح الخير صباح النور أهلا وسهلا فيك يعني التنمر أخذ حيث كتير كبير بمجتمعنا بالفترة المرحلة الأخيرة وصار فيه توعية كتير للتنمر بين الأصحاب المدارس بين العالم يعني ونحن أوقات مننسى أنه فيه تنمر بيكون حتى داخل العيل زيتا إذا مش العيلة الصغيرة العيلة الأكبر كمان وممكن كمان تكون داخل البيت الواحد فيه تنمر من خي لأخته من أخت لخيه إلى آخره يعني من دون ما ننتبهه من دون ما نشتريه إنه ما علي خيه فيه يحكي بهذه الطريقة وهي بتأثر سلبا 100% أكيد جوزعيف التنمر مثل ما أنتقلت هو مش بس هو بقلب نطاق مدرسة هو بيكون ما بين حتى الأرايب وحتى كمان يرجع بفوت على العيلة الصغيرة اللي هو الأخوة فينا نعطي أمثلة شيء يعني تنمر قبل الأمثلة أنا رح بدي أعمل exercise بسيط أنا وأنت لحتى نحن نشوف قد نحن نعرف عن التنمر وشو هو الحد الفاصل ما بين يسمى تنمر أو هو ما قبل التنمر هنعمل هأسألك كم سؤال وإنت بدك تقلي هل أنت إذا كنت بهذه الحالة اسمك متنمر أم ما اسمك متنمر متنمر هو اللي بيمارس التنمر أوكي يلا سي رح أعطيك كم حالة رح أعطيك كم حالة وبدك تجاوب عليهم هل أنت متنمر أم أنت غير متنمر لأنه في كتير لغط بهذا الموضوع وفيه أراء متعددة إذا كنت عم تمارس هذه الحالة إذا أنت عم تمارس التنمر أم ما بتنامس التنمر يلا أوكي أنت مع بنت عمك نعم أوكي تقريبا أنتم جاية لين أنت عمرك 9 سنين هي عمرك 8 سنين نعم أوكي هي كتير شاطرة بالمدرسة وأنت دايماً بتضلك تعيط له فانكالوزا أوكي دايماً بتضلك تعيط له فانكالوزا هيدا اللقب دايماً وأنت بتجرب حتى إذا كتير أقراب وصاروا إخويتك بعشولها 29 أكيد تنمر فكرت أنه هلأ هلأ فيها عيط له أوكي هل أنت متنمر أم غير متنمر لا متنمر أوكي هلأ هون بدي أقول شغلة جوزيف دايماً حسب ردة الفعل إذا أنت شفتها عم تضحك هي وعم بتقلها أنت فانكالوزا هي أنت بتكون غير متنمر إذا أقول له إذا تقبلتني إذا هي حست حالة أن هي عم تضيق وعم تطلب أو ما طالبت بس أنت لازم تعرف إذا هذا الموضوع بالأنرجي اللي أولاد بيحس ببعض إذا هذا الشيء عم بيضيق أم لا إذا كان هون إذا كان عم بيضيقها ولو ما عبرت عنها بتكون أنت متنمر هذك شي يعني فانكالوزا سؤالة التانية جوزاف ركز مني يلا بركز أوكي أنت طفل عمرك سبع سنين بالصف الأول ابتدائي أوكي شو حلو أوكي رزو الله إيه ورفيقك بالمدرسة بيجرب يتنقل عنك أوكي أوكي وأنت رفضت تساعده وما بدك تساعده عم شو سائل وبخيل ورحت عند المعلمة أنت فسدت له أنه رفيقك عم بيجرب يتنقل عنك أنا بكرهه لنفسيتهم هاي تنمر ونص تنمر ومساعده وخلص خليت نقل حرام يعني يتقل بس أنه دروس بالبيت خيي سهل أنت بتعتبر حالك إذا أنت رحت فسدت للمعلمة أو خبرت لمعلمة أنه رفيقك عم يتنقل عنك هل أنت متنمر أم لا أنه إيه بتعتبر حالك متنمر يعني مش متنمر بتعتبر حالي سئيل أوكي ولو هو كان بالامتحان أنه عم يضلوا يزن عليك مثلا أنه بده يتنقل أنت بتحس أنه ما لازم طبيعي بالامتحان إذا ما عرف السؤال بده يزن بده علامة لأنا لو يطلع صف طيب لحظة أهالي بيز أنا بحس بالقصة لأنا عم أدفع قصوطات بحس أنه لازم هيدا المتيار ما تسقط أوكي شايفنا على هيدا الموضوع نعم أنه أنت كطفل بحقلك هيدا ما اسمه تفسيد هيدا اسمه تبليغ وإنت بحقلك تحمي دائرتك الشخصية وإذا هيدا رفيقك عم بيزن عليك بالامتحان واللي عم بيخليك أنك أنت ما تركز بالامتحان من وراء أنك أنت عم ينطلب منك تنقل هيدا شي عم بيشتتك أنت واجبيتك تروح تبلغ لمعلمي وهيدا ما أنك متنمر أنا ما حبيت منيك تير عم تهيشميني اليوم ما فيني أدركك تعلم إنه شي غلط أوكي غيره أوكي أنت نرجع للأرايب نعم أنت ويور كوزن اللي هو صبي أنت عمرك عشر سنين وهو عمره تمانية سنين أوكي أنا لقوة مضبوط أنت وإنت عندك إخوة أوكي وأنت زعلين مع يور كوزن مع ابن عمك أو ابن خالتك وبما أنك أنت زعلين منه بدك بتحس أنه أنت من حقك أنه إخواتك يكونوا معك لألك وهن يعني خففوا تواصل مع هيدا الولد أنا أوقات أوقات تفكر فيها حتى عكبر أوقات بتمرق براسي بس بحاول يعمل كونترول على الموضوع لا ما إلي حق ما إلك حق يعني أنت متنمر أم غير متنمر أنه هوني بقى بيواحد أخذ إخواته أنه فور جرانتد أنه هني بصفه أنه ضد بس هو مفروض أذر ولاد عمك لا لا مش مفروض مش مفروض أكسلن جزا يعني أنت حمد الله قليت عني بشي سو المتنمر عنده حركات اللي هو بيعمل بيعمل تجمع حواليه وبيجرب بطريقة زكية أنه يخل الآخرين يعملوا زيت الشي على هيدا الشخص يعني بيصير هو يحول هيدا الشخص لنقطة ضعف شو حسك نظرة مدرسة ووقفت لي هيك بالمرصاد وعم بطلع فيه كم لك رابع حالي بعد فيه اي بعد فيه بس عجلة حسن ما يخلص الوقت ما نحكي شوي عن التنمر اوكي هيدوري كثير مهمية لأك لي هو اللي عم نوصل المسج من خلال لأنه الناس نحكي كثير عن التنمر وقسار التنمر بس الناس ما هم تقدر تعرف كيف تعلم ولادة شو هو الحق الطفل وشو هو لا هذا يعتبر متنمر يلا التياب رفيقك او يركزن منهم حلوين اوكي وانت يعني بتكونوا قاعدين انت وولاد عمك وهاكي وبتقلوا انه تيابك منهم حلوين في الطريقة كيف لازم ينحكي يعني فيها فيك تقول انه مبارح كنت لابس احلى مش ان تيابك مش حلوين اوكي نحنا بنظرنا هو البرايفيسي انه هيدا الطفل لازم يتعلم انه يحكي الولد التاني لحاله مش قدام المجموعة لانه اذا كان هو عم يحكي شي قدام المجموعة ومن سأل على رأيه صار هو متنمر طبعا جزيل انا غير متنمر اللي بدي قللك هي يا جزيل لحتى تبطل متنمر بس عملي شعراتك احلى على هالمين يلا ها شفت هيدا تنمر شو تنمر اذا انت كنت شايفه منهم حلوين وعم بتجربة تقل لي انه انت عمليون يعني انت غير متنمر حلوين كيف ما كنت بالفعل ايه لازم بتقلع شي نعم وهي المسج لكل الامة هي جزيل المتنمر نعم هو شخص متنمر عليه هو وصغير نعم واداء نعم مع هيدا الطفل المتنمر يعني المسج اللي بدي قولها للام ما نقنصص المتنمر كبداية مش اول حل نطلع علاج سلوكي ما زالك اتنمرت انا بدي اعمل هيك المتنمر نقص حب والمتنمر صحيح تنمر تم التنمر عليه كيف نقصص طبعا هو كمان ضحية اجزاكلي نعم هي دي نقطة المفتاح ولكن تب الغنش تنمرجي شو قصدك ما بعرف اماني تانجيو لقليك مشوفك ناكش فيك لالراد لكل مشاهدين